بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المصالين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الهندسة الفضائية لبكالوريا 2017 شعبة علوم تجربية رقم 2 حيث يقول نستمرين الفضاء منسوب إلى المعلم متعامد والمتجانس OEGK قال نعتبر النقط A ذات إحداثية 300 بإحداثية 020 وC 001 قال واحد بي أن النقط A B وC تعين مستويا ثم تحقق أن 2X زائد 3Y زائد 6 زاد ناقص 6 يسوي السهر معادلة للمستوي ABC ثانيا قال أكتب تمثلا وسطيا للمستقيم دالتا العمودي على المستوي ABC والذي يشمل المبدأ O ثالثا قال جد إحداثيات H نقطة تقاطع المستقيم دالتا والمستوي ABC رابعا قال بي أن المستقيم B H عمودي على المستقيم AC ثم استنتج أن H هي نقطة تلاقي أعمدة المثلث ABC إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال بي أن النقط A B و C تعين ماذا مستويا إذن نكتب هنا البرهان أن النقط من هي A B و C ماذا تعين مستويا إذن نقول حتى تعين ماذا تعين النقط A B و C مستويا يجب أن تكون ليست على استقامة واحدة أي أن A B لا يساوي K في A C معنى الشعار A B و A C غير مرتبطة خطيا ما علينا إلا خساب مركبات A B إذن عندنا A B إذن هذا ناقص هذا يسبح لنا ماذا يسبح لنا ناقص ثلاثة وهذا ناقص هذا اللي هو كم لهو إثنان وهذا ناقص هذا اللي هو كم لهو السفرة وعندنا كذلك إذن قلت السفرة هكذا نلاحظوا إذن هكذا عندنا كذلك الـ A C بنفس الشيء إذن عندنا هذا ناقص هذا يسبح لنا كم ناقص لحظوا جيدا قلت يسبح لنا ثلاثة صفر ناقص ناقص ثلاثة اللي هو ناقص ثلاثة وعندنا هذا ناقص هذا اللي هو صفر وعندنا هذا ناقص هذا اللي هو كم اللي هو واحد هذه هي مركبات الشععان A B و A C ثم بعدها ماذا يمكن أن نقول أن هذا على هذا لا يساوي هذا على هذا يعني ماذا نلاحظ أن ناقص ثلاثة على ناقص ثلاثة لا يساوي صفر على ماذا على إثنان لماذا لأن نصبح أن واحد لا يساوي صفر نقول ومنه لا يوجد كوحيد أي أن A B شعيا لا يساوي K في A C ومنه النقط ماذا A B و C ليست على استقامة واحدة إذن استقامة قلت واحدة أي تعين مستويا إذا سميناه A B C فقط إذن نقول على النقط أنها تعين مستوي إذا كان الأشياء غير مرتبطة خطيا فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الآخر قال ثم تحقق أن هذه المعادلة هي معادلة المستوي A B C إذن نكتب هنا التحقق أن 2X زائد 3Y زائد 6 زاد ناقص 6 يساوي 0 معادلة لمن للمستوي A B C هنا ما علينا إلا أن نأتي بالمعادلة ونعوذ بالإحداثيات فنجدها تحققها إذن أولا نأتي بإحداثيات الآ نعوذ هنا بـ 3 وهنا بالسفر وهنا بالسفر فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا 6 ناقص 6 ويساوي 0 نقول إحداثيات A حققت المعادلة هذا الأمر الأول ثم بنفس الشيء نأتي الآن إلى إحداثيات ماذا؟ إحداثيات الـ B فنعوذ هنا بالسفر وهنا بالإثنان وهنا ماذا؟ لاحظوا وهنا بالسفر فينتج لنا ماذا؟ تصبح لنا كم؟ 6 ناقص 6 ويساوي 0 كذلك إحداثيات بـ حققت المعادلة ثم كذلك نأتي بنفس الشيء بالنسبة إلى إحداثيات C هنا نعوذ بـ 0 وهنا كذلك بـ 0 وهنا نعوذ بـ 1 فنجد 6 ناقص 6 ويساوي 0 نقول إحداثيات C حققت المعادلة نقول ومنه هي معادلة المستوي A بـ C فقط إذن هذه المعادلة إنها معادلة ولماذا؟ لأن لما عوضنا بإحداثيات النقاط وجدنا كلها حققت تلك المعادلة فقط أبنائي مما يأتينا أن هذه هي معادلة المستوي A بـ C فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الآخر قال أكتب تمثيلا وسيطي للمستقيم دالتا العمود على المستوي A بـ C والذي يشمل المبدأ O إذا جئنا الآن وأساعدكم هنا بشكل بسيط حتى تلاحظوا هذا بأمعنكم هكذا عندنا المستوي أولا A بـ C وعندنا مستقيم عمود عليه هكذا انظروا جيدا حيث بينهم 90 درجة هذا المستقيم اسمه دالتا يشمل النقطة اسمها O وقال وهذا عندنا ماذا؟ كل مستوي له الشعاع ناظمي اسمه أن فماذا يصبح هذا الشعاع الناظمي بنسبة إلى هذا المستقيم الأحمر؟ يصبح لنا الشعاع توجيه إذن نكتب هنا كتابة تمثيلا وسيطيا لمن؟ لدالتا حيث نقول الشعاع أو الشعاع الناظمي لمن؟ للمستوي A بـ C يصبح شعاع توجيه لمن؟ لدالتا أي ماذا يصبح مباشرة هكذا تصبح هنا O M يساوي النتي في ماذا؟ في N وماذا ينتج؟ تصبح لنا X يساوي و Y يساوي و Z يساوي هنا شعاع الناظمي هذه مركبته ما هي أكيد لهي الاثنان والثلاثة والستة فماذا ينتج؟ ينتج لنا اثنان T مع هنا T أكيد وسيط حقيقي وتصبح لنا كم؟ تصبح لنا ثلاثة T وصبح لنا ستة T قلنا مع T وسيط حقيقي هذا هو ما نسميه التمثيل الوسيطي لهذا المستقيم دالتا الذي يعامد مستوي A بـ C و يشمل O فقط بعدما أنا هنا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال جيد إحداثيات H نقطة تقاطع دالتا و المستوي A بـ C إذن نكتب هنا إيجاد إحداثيات H حيث ماذا؟ حيث أن A بـ C تقاطع دالتا يساوي النقطة التي اسمها H إذن أولا نقول H ذات الإحداثيات X صفرة و Y صفرة و Z صفرة أولا H تنتمي إلى المستوي A بـ C أي أنها تحقق إحداثيها تحقق المعادلة معنا صبحنا 2X صفر زائد ثلاثة Y صفر زائد ستة Z صفر ناقل ستة يساوي السفر و عندنا كذلك H ينتمي إلى دالتا هذا ماذا يحقق؟ يحقق X صفر يساوينا 2T و Y صفر يساوينا ثلاثة T و زائد صفر يساوينا ستة T معنا إلا إتيان هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا أربعة T ثم زائد تسعة T ثم زائد ستة وثلاثون T ناقل ستة يساوي السفر و منه T يصبح لنا ستة على ماذا؟ على تسعة وأربعون ثم نأتي بهذه القيمة هنا وهنا وهنا فتصبح لنا إحداثيات H لاحظوا إذن إحداثيات H تصبح لنا كم؟ تصبح لنا A12 على تسعة وأربعون و كذلك تصبح لنا كم؟ ندر في ستة صبح لنا ثمانية عشر على تسعة وأربعون ثم ستة وثلاثون على تسعة وأربعون و نتركهم هكذا يعني لا يمكن أن نحدث عملية اختزال أو ما أشبه ذلك نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر قال بيّن أن بي آش مستقيم عمودي على آسي إذن نكتب هنا البرهان أن بي آش يُعامد ماذا؟ يُعامد آسي إذن قلت آسي إذن نقول حتى حتى ماذا بي آش يكون يُعامد إذن قلت هنا حتى يُعامد لنا آسي يكفي أن ماذا؟ يكفي أن نقوم بحساب بي آش سلّام ماذا؟ سلّام آسي نجده يساوي السفر أولا المطالبون بحساب مركبات بي آش بي آش هنا هكذا أبنائي سلّام إحداثيات النهاية ناقص البداية معناه هذا ناقص هذا سلّام إثنى عشر على تسعة وأربعون ثم هذا ناقص هذا اللي هي ثمانية تعشر على تسعة وأربعون ناقص إثنان واحد هنا المقام تسعة وأربعون وهنا نضرب في إثنان سلّام إثنان ثمانية وتسعون تصبح لنا ثمانية وتسعون ناقص ثمانية تعشر ناقص ثمانون على تسعة وأربعون ثم عندنا هذا ناقص هذا معناه نفس الشيء تصبح لنا ستة وثلاثون على ماذا؟ على تسعة وأربعون هكذا لم أفعل شيء أبنائي ثم سلّامي ماذا؟ سلّامي الآسي سلّامي كذلك آسي إذا أتينا الآن إلى آسي مركباته كيف؟ كذلك لهي هذه ناقص هذه قلنا تصبح لنا ناقص ثلاثة وهذا مع هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا قلنا صفر وهذا ناقص هذا وهو واحد تعالوا ناقص بحساب بي آش سلّامي ماذا؟ سلّامي آسي يصبح يساوي هذا في هذا تصبح لنا ناقص ستة وثلاثون على تسعة وأربعون وهذا في هذا تصبح لنا زائد سفر ثم هذا في هذا لهو زائد ستة وثلاثون على تسعة وأربعون وهو يساوي السفر نقول ومنه بي آش يعامد آسي إذا كان عندنا مثلث مثلا هكذا هكذا هذا آ وبي وسي عندنا آش لاحظوا إذا قال آش يصبح هكذا إذا كانت هنا مثلا نقطة آش ويصبح لنا ويعامده حتى نفهم جيدا ركزوا لأن سوف يأتي السؤال وهو تقاطع الأعمدة دقيقوا أرجوكم بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال ثم استنتج أن آش هي نقطة تلاقي أعمدة المثلث آ بي سي أين هي إذا قلنا ها هو المثلث آ بي سي وجدنا أولا أن ماذا أن آش أو بي آش عمودي على ماذا على آ سي إذا إذا جئنا ها كذا واحد ثم عندنا العمود هذا كذلك العمود معناه شكل زوية قائمة معناه هنا ها كذا ثم عندنا هذا ها كذا يريد أن نثبت أن في هذا المكان تكون لنا النقطة آش بحيث هنا تسعون درجة وهنا تسعون درجة وهنا تسعون درجة وهذه هي النقطة آش إذن نكتب هنا البرهان أن آش هي نقطة تلاقي أعمدة المثلث الذي اسمه آ بي سي إذن حتى تكون نقول حتى تكون ماذا ركزوا جيدا تكون آش نقطة تلاقي أعمدة أعمدة المثلث الذي اسمه آ بي سي يكفي أن نبرهن أن ماذا أن أولا لاحظوا وانتبهوا أولا أن نبرهن أن هذا وهذا متعمدان وهذا قد برهننا أنه ماذا أنه آ أنه بي آش يعمد آ سي وهذا حقق من قبل حقق من قبل لاحظوا جيدا والأمر الثاني أنه كذلك أن هذا وهذا متعمدان ما معنى معنى أنه أنه سي آش يعامد آ بي والأمر الآخر كذلك أنه هذا وهذا يكون متعمدان معنى سي أنه أنه آ آش يكون يعامد ماذا يعامد لنا بي سي إذا تحقق هذا الأمر فأعلمه أنه هي نقطة تلاقي أعمدة المثلث أولا هذا تحقق لا جدال فيه الآن يكفي لنا أنه برهن هذا وكذلك هذا إذا تحقق هذا الأمر فنقول على أنه نقطة تلاقي دقيق هنا أرجوكم نقطة نقطة إذن تعالوا نتحقق من هذا الأمر حسابيا إذن ننطلق إذن أولا الأمر الأول تحقق الثاني أنه سي آش كذلك نقوم بحساب ماذا حساب مركباته سي قلت آش يعني هذا ناقص هذا اللي هو كم اللي هو 12 على 49 وعندنا هذا مع هذا اللي هو 18 على 49 وهذا ناقص هذا اللي هو كم لاحظوا جيدا قلنا هذا ناقص هذا اللي هو 36 على 49 ناقص واحد يمكن أن نضعه هكذا ونوحد هنا المقام تصبح لنا 49 كما تلاحظون إذن فهذا مع هذا تصبح لنا 49 ناقص 36 أكيد هنا تعطينا بالناقص تصبح لنا 3 واحد تصبح لنا كم نصبح لنا ناقص 13 على 49 الآن بعد ما وجدنا هذا نقوم بحساب الجداء السلمي ل CR سلمي AB AB قلنا مركبات AB كم يا أبناء إذن مركبات قلنا AB لهي ناقص 32 وماذا وصفر تعالوا الآن نقوم بعملية الحساب أو الجداء السلمي فيصبح لنا هذا في هذا كم تصبح لنا لاحظوا ودقيقوا معي تصبح لنا 6 ناقص 36 على 49 زائد هذا في هذا لهو زائد 36 على 49 ثم هذا في هذا لهو كم لهو زائد 0 ويساوي 0 إذن هذا تحقق الأمر الثاني تحقق نأتي الآن إلى الأمر الثالث كذلك يجب أن يتحقق إذن مع AH أولا نقوم بحساب AH إذا أتينا إلى AH بنفس الخطة أبنائي إذن فنقول هذا ناقص هذا لهو تصبح لنا 12 على 49 ناقص كم ناقص 3 في 49 هكذا وتصبح ناقص تصبح ناقص 135 على 49 بعد عملية حساب أكيد دقق وأرجوكم ثم عندنا كذلك هذا ناقص هذا كم تصبح لنا 8 18 على 49 وهذا ناقص هذا اللي هو 36 على 49 وعندنا ماذا بي سي مركبات ما هي إذن البي سي هذا وهذا اللي هو صفر وهذا وهذا اللي هو ناقص اثنان وهذا وهذا اللي هو كم اللي هو واحد نأتي الآن لحساب هذا إذن تصبح لنا A 10 سلام ماذا سلام بي سي يساوي هذا في هذا إنه صفر وهذا في هذا سينا ناقص 36 على 49 ثم هذا في هذا اللي هو زائد 36 على 49 ويساوي الصفر أي ماذا أي أنه A A A A قلت A A يعمل ماذا يعمل لنا بي سي إذن هذا كذلك ثالثا تحقق نقول الآن من 1 و 2 و 3 إذن من نقول من 1 و 2 و 3 نستنتج أن A هي نقطة تلاقي أعمدة المثلث من A B C فقط أبناء إذن لبرهان على أن نقطة هي نقطة تقاطع تلاقي أو تلاقي أعمدة يكفي أن نبرهن هذا مع هذا عموديا جدأ سلمي وهذا مع هذا وهذا مع هذا فقط أبناء وفي الأخير أبناء وبناتي العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رقم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته